نبدأ مع حضراتكم النهاردة بأول موضوعاتنا وهو طبعا المشكلة أو الأزمة الأساسية المتعلقة بالتعارض ما بين كاس قوم أفريقيا وكاس العالم للأندي واحد الأول بس أقول لحضراتكم أي حاجة حضراتكم أردوها على المعوقع التواصل أو تكلم فيها وسائل إعلام بخصوص إيجاد حلول غير وقعية وغير حقيقية على الإطلاق يعني لغاية اللحظة دي اللي بكلم حضراتكم فيها لا الفيفا غير أو أعلن أنه بيفكر يغير موعيد كاس العالم الأندية ولا التحدي الأفريقي أعلن أو فكر حتى طرح فكرة أنه يتم تقديم بطولة أمم أفريقيا بالتالي الوضع زي ما هو منذ بداية الأزمة ده نمرة واحد نمرة اتنين طبعا هي مش أول مرة يتواصل فيها الأهلي مع تحدي الكرة في مصر لكن نهاردة تحديدا إدارة النادي أرسلت خطاب للتحدي المصري الكرة القدم بيطالب فيه للتحدي يقوم ويتحمل مسئولياته ومن ناحيته يعمل على حل المشكلة اللي بتواجه طرفين الطرف الأول هو المنتخب الوطني اللي هشارك في بطولة الأمم الأفريقية في الكاميرون في الفترة من 9 وانا تمناها طبعا إلى 6 فبراير 6 فبراير هو معادل نهائي وليه لأ من حق أنك مصريين نحلم أنه منتخبنا يوصل للنهائي وهو سيناريو وارد وهو بطل ومرشح وهو حامل الرقم القياسي في عدد بطولات أمم أرفقية وكمان من ناحية تانية أنه دي الأهلي المصري اللي مش بس بيمثل نفسه لا هو بيمثل مصر وبيمثل القرى الأفريقية كلها لما هيخود طبعا بطولة مطشاته في بطولة كاس عالم الأندية في الإمارات في الفترة من 3 لغاية 12 فبراير يمكن من فترة طويلة فكرة المشكلة اللي ظهرت بسبب تعرض الموعيد بين البطولتين والأمر ده هيترتب عليه عدم قدرة المنتخب الوطني على الاستعانة باللعابي لأهلي الدوليين في كاس الأمم الأفريقية ده الحل أو الحل التاني هو ده ده الحل التاني للأهلي يفقد تقريبا فريق كامل من لعابته وخصوصا أنه نادي الأهلي مش بس هيفقد لعابته اللي بيلعبه مع المنتخب الوطني لا كمان هيفقد اللعابة المحترفين زي علي معلول زي أليو ديانج زي بدر بنون اللي بيلعبه مع المنتخبات تونس ومالي والمغرب في نفس البطولة كمان الحقيقة في نقطة تانية مرتبطة بقواعد البطولة الخاصة بكاس عام أنديه إنه اتحاد الدولي هيحدد موعيد نهائية بلاش علاقة بها بالمنتخب المصري هيروح لغاية فين في البطولة من عدمه الموعيد النهائية دي مطالب فيها الأندية اللي هتشارك في البطولة إنها هتسلم القواعد النهائية للاتحاد الدولي بأسمها اللعابين اللي هيحق ليهم مشاركة في بطولة كاس عام أنديه ويمكن في نفس الخطاب كمان الأهلي قال إنه خاطب الاتحاد قبل كده اتحاد الكرة المصري أكتر من مرة ومن فترة طويلة جدا عشان يدخل ويحاول يحل المشكلة ويحقق مبدأ تكافؤ الفرص سواء للمنتخب الوطني من ناحية اللي بالتأكيد طبعا الأهلي عمره متأخر عليه وبالنسبة للنادي الأهلي اللي بيمثل مصر وإفريقيا زي ما قلنا لحضراتكم لكن حتى اللحظة النادي ما تلقاش أي رد إيجابي من اتحاد الكرة تجاه المشكلة النقطة التانية طبعا واللي مش محتاجين نتكلم فيها ودي يمكن أشار لي النادي الأهلي في خطابه أنه على مدار التاريخ كله الحقيقة الأهلي هو الداعم الرئيسي لكل المنتخبات الوطنية وفي الإطار ده عمر النادي الأهلي متعامل بشكل رسمي حضراتكم عارفين أنه فيه لوائح الفيفة اللي بتنظم تعامل وقواعد استدعاء اللاعبين المحترفين لمنتخباتهم الأهلي أبدا عمره ما فيه فترة من الفترات ما حدش يعني ما أعتقدش أنه ممكن حد يلاقي وقع واحدة الأهلي فيها تعامل بهذه القواعد أو بهذه اللوايح مع المنتخبات المصرية في مختلف الأعمار وفي مختلف البطولات بالعكس الأهلي داعم رئيسي للمنتخب المصري ومشكلة الأهلي أبدا مش مع المنتخب مشكلة الأهلي مرتبطة بالفيفة وبالاتحاد الأفريقي اللي ما حطوش في الاعتبار مصلحة الأندية المشاركة وأعتقد أنه مشاركة الأهلي في بطولة كاسة العالم الأندية بدون 11 أو 12 لعب أساسيين هم مقام أساسي ورئيسي في النقطة دي أعتقد أنه بيخل بمبدأ تكافؤ الفرص بشكل كبير جدا وأعتقد كمان وخلينا تابعا ما حضراتكم أنا أعرض لحضراتكم على الشاشة أنتوا عارفين القرعة طبعا حطة الأهلي في طريق أو منتري في طريق الأهلي في بداية البطولة اللي قدام حضراتكم دي صورة من أجندة الفيفة لتصفيات الكونكا كاف لكاس العالم خدوا بالحضراتكم أنه مونتريل المكسيكي عنده في قاون فرقيته تقريبا سبع لعبين دوليين من الوارد جدا أنه يتم استدعائهم لمطشوط بلادهم في تصفيات كاس العالم في نفس توقيت بطولة كاس العالم أنا مش فاهم يعني ممكن يكون فكرة وكلام هنا يعني الحقيقة بحط المسؤولية الأولى على الفيفة ممكن تكون فكرة أنك الفيفة مش مهتم مقاوي بقارة أفريقيا أو مش مهتم مقاوي بممثل قارة أفريقيا في كاس العالم الأندية ما يفرقش معاه يروح بلعبته يروح من غير لعبته ممكن يكون مش مهتم مقاوي بكاس أمم أفريقيا وعايز يلغيها لكن اللي مش أدري أفهمه إزاي الفيفة يعني التعرض هنا بين جهتين مسؤولين عن تنظيم البطولتين بطولة كاس أمم أفريقيا وبطولة كاس العالم الأندية دي الفيفة مسؤول عنها ودي الكاف مسؤول عنها التحاد الأفريقي مسؤول عنها لكن لما يكون في حاجة بينظمها الفيفة ويبقى فيه أو حاجتين بينظمهم الفيفة الجهة المسؤولة عن تنظيمهم هي التحاد الدولي لكرة القدم ويكون في بينهم تعارض ده ليه مش مفهوم إزاي المكسيك وتشيلي وكوستاريكا والتلات دول دول فيهم لعيبة في فريق مونتريي المكسيكي ممكن جدا يتم استدعاقهم في تصفيات كاس العالم زي ما حددتكم شفتوا كده المكسيك هتلعب يوم 2 فبراير في المكسيك في المكسيك في قارة أمريكا الشمالية تمام؟ هتلعب مباراة في تصفيات كاس العالم أمام بانما المنتخب المكسيكي في قاومه الأساسي بيضم خمس لعبين من فرقة مونتريي المكسيكية بالإضافة للاعب محترف من كوستاريكا على ما أتذكر ولاعب تاني محترف من شيلي هيلعبوا مع فرق بلادهم برضو في تصفيات كاس العالم اللي بينظمها الفيفا يوم 1 فبراير فانت بتكلمني عن واحد يلعب مطش في مكسيك يوم 2 فبراير ازاي يلحق يلعب مطش في قطر يوم 5 فبراير طبعا السيناريو ده أسهل بكتير جدا من السيناريو الأهلي يعني سيناريو الأهلي بتكلم أنه مصر لو وسط النهائي هتبقى بتلعب يوم 6 فبراير مباراة فاينال أفريقيا قبلها بيوم الأهلي مطالب يلعب أصعب مباراة ليه في كاس العالم أنا بشوف مباراة مونتريي أصعب مباراة لنا يعني لو تخطينا مونتريي في كاس العالم أندايا في المكسيك وروحنا بعد كده نقابل بالميراس لا المعنويات هتبقى غير الدوافع هتبقى غير قصة تانية خالص تجاوز الأهلي لعقبة مونتريي فيه ومونتريي فريق محترم جدا وفريق صعب جدا جدا الحقيقة فبالتالي أصعب مباراة للأهلي يوم 5 من الورد جدا اللي لعبة الأهلي الدولية تكون موجودة في الكاميرو يوم 6 إزاي؟ ينطبق الأمر على لعبة تشلسي حكيم زياش وإدوارد مندي ينطبق الأمر على سبع لعبين من فريق مونتريي المكسيك فبالتالي إزاي الفيفا؟ يعني على أي أساس؟ يعني إيه شغل الجزر المنعزلة ده؟ إزاي تبقى بتنظم تصفات كاس العالم في أمريكا الشمالية وتحط مطشاط يوم 2 لمنتخب المكسيك وإنت عندك بطل المكسيك مشارك في كاس العالم أندايا هيلعب في قطر يوم 5 حالة من حالات العك اللي مش مفهومة الحقيقة وكأنك بتتكلم على دورة رمضانية مش أهم بطولة على مستوى الأندية في العالم هعدي سريعا مع حضراتكم على بيئة أخبارنا بداية أطمنكم على أحمد عبدالقادر لأنه أحمد كان اشتكى من صابة في العضلة الضمة الدكتور أحمد أبو عبدالقادر